كشفت قضية المسيرة MQ9 الأمريكية فوق البحر الأسود عن أهمية الاستطلاعات الجوية الأمريكية في مساعدة أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية تركيز الولايات المتحدة في المنطقة هو على أوكرانيا ومساعدتها بما تحتاجه للدفاع عن نفسها وقد سمعتنا نقول إن من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها ونحن لدينا الحق في مساعدتها مع الأسرة الدولية هناك خريطة وزعها الأمريكيون عن الأجواء التي هاجمت فيها المقاتلات الروسية المسيرة الأمريكية وكشفت أنها كانت على مسافة تسمح لها بالتقاط معلومات خاصة بالجيش الروسي في جزيرة القرم ومحيط البحر الأسود بشأن هذه المهمة كان من الممكن أن تكون مخصصة للاستعلام الإلكتروني فهي تراقب إشارات الراديو والإشارات الإلكتروماناتيسية في هذه المنطقة وهذه المسيرة تحلق على ارتفاع شاهق ولديها أيضا قدرات مناظير ربما يفسر هذا الأمر قرار القوات الروسية باعتراض المسيرة الأمريكية العالية التقنية وإجبارها على السقوط في المياه الدولية لكنها لن تكون نهاية المطاف بالنسبة للأمريكيين فالاستطلاعات الجوية بما فيها الاستعانة بالأقمار الاصطناعية هي ركيزة أساسية في دفاعات الأوكرانيين ضد الجيش الروسي الذي يحاول التقدم في أوكرانيا أعتقد أن الأمر فائق الأهمية فأوكرانيا لديها قدرات محدودة للاستعلامات والمراقبة خلف خطوط العدو وما يفعله الروس وليست لدى الأوكرانيين أقمار اصطناعية أو طائرات عالية التحليق يحاول الروس الآن الوصول إلى حطام نوسيرة في أعماق البحر الأسود لكنها لن تفيدهم في شيء كثير لأن برامج التشغيل تم تدميرها من قبل الأمريكيين كما أن الأمريكيين سيتابعون مساعدة الأوكرانيين في الاستطلاعات ويرسلون إليهم قريبا جدا رزمة جديدة من الأسلحة والعتاد الأمريكي فيارغنم العربية واشنطن موسيقى